وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلت الجديدة في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والذي يعد عصباً أساسياً للاقتصاد المصري وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصدرات الزراعية بما يدعم جهود زيادة الدخل القومية وإخلال اجتماعه بمسؤولين المعنيين بالمشروع تابع الرئيس السيسي نسبة تنفيذ المشروع الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للموطنين وتصدير الفائد للخارج هذا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع على مساجدات العمل في مختلف المشروعات الفرعية ذات الصلة وعلى رأسها مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللهون بمحافظة الفيوم ومشروع ألمنيا وبني سويف لاستصلاح الأراضي ومشروع سنابل سونو بأسوان ومشروع منطقة الداخلة بجنوب مصر والمنطقة الصناعية واللوجستية بمحور الضبعة بالدلت الجديدة ونقش الاجتماع كذلك أليات دعم تلك المشروعات وعلى رأسها جهود توفير المياه للرأي وإنشاء الصوامع لتغزين الغلال والحبوب كما تم عرض الجهود المبدولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي وتطوير أنظمة الرأي والميكانة الزراعية ترجمة نانسي قنقر